اشتركوا في القناة جودة ناجح فما كلامي تعاود تقريبا وفي كل مرة يتقال عليك يقولوا اسمك يقولوا جودة ناجح تحصرت كان في دور معين المرأة البلدية المرأة الفينو متناجح مش تلعب دوار اخرى متناجح مش تتقم الشخصية صحيح صحيح اي صحيح اي 100% صحيح فكرتني في جودة ليست صحفية نهار قلتلي قلت يا مدام انتي ما تعمل دور بلدية مجمش تعمل دور اخرى كما شنو مثلا كما مثلا دور مثلا الريفية قلتوا انا كانت تكلم بالريفية نقن اكبر ها نحاولو ها تناجم تتلون تناجم تلعب دور المرأة الريفية مثلا يقوموا يضحكوا كانش بش نعمل كوميدي اي يمكن بش نضحك لعبية يمكن وقتين نقول لهم هذا وكيف وقتلي 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 وكل معناها نولي تقوش عليها نعم في كاريكاتور للغة الريفية اللي انا يسر يسر نحترمها سوان كان قافصية ولا شامل غربي ولا اي كانت اللغة معناها الريف انتي انا كيوني انا نضحك عليهم وقتلي ليه انا من تقنهاش لا اتقنها وهو صارتلي مرة صارتلي هكا شوية اشكالية قال خاصلوني على ممثلة وقالوا لي قولك فيها وشدوا الصحيح اللي يسأل فيها شد صحيح يحبني نقول له شنوه شوه هذا كله معناه اللي عملته هي الكل صحيح قلت له مرة عملت دور بلدية دور مقنعنيش عنا الخاطر نحكيو على دليل المفتاحي في حوارك مع هايدي زعي وي هو عبيدو فم دور هي مقنعتنيش مقنعتنيش انا حرة تقنعني وم تقنعنيش فند كيفاش انا من حبش نعمل دور تسعين في المياه لعبين ما نقنحهمش سونيا المدة بوقت اللي في أمواج طحت في البحر ومبعد شد ما دلقاوها في الريف وليت لابسها ماليا وليت تتكلم بالريفي معناها ما نعرفش كان قنعت برشا ناس أنتي ما قنعتك زادا؟ أنا زادا ما قنعتني أنتي ما كونش تتقلق مثلا كان في يوم الأيام تلعب دور المرأة الريفية ولا حكس نلقاو دليل مفتاحي تقول عليك جودة ناجح ما أقنعتنيش ما حسيتهاش في الدور هذا ما تقلقش؟ ما تقلقش إذا فما دور هي مع محس التوش معناها محس التوش خد فما كلهم بتاع مسل دمتحي لا ما يقلقنيش عليش بشي قلقني كل واحد كل واحد معناها هي يخمم ويقتنع بلي يقتنع هو حاجة لازم زادا المستمعين يعرفوها هم أكيد يعرفوها وانتي تعرفها وكل أنا ما عملتش مسرح إذن الأدوار المركبة أنا ما نعملهم شيخة حيفة ذاك وقت يعمل عبد الحميد جيس وقت يعمل الشيخة حيفة وعمل وراه كورش خمسة وثلاثين سنة وشوفو كيفاش أتقنك الدورة ذاك معناها للجنون معناها شي 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 خارق العادة يخلي العبيد التوى وبعد عشرين سنة يعاود ويتفرش في الخطاب على البيب بنفس ويحسوه يحسوه على خطر نجاح فيه فهمت نجاح في دور المورك باه انتي يعني متنجم مش تتلون متنجم مش تكون في دور اخر زحية اللوك متاعك مدام نجم نقول هكا المظهر متاعك هو اللي حسرك في منطقة معينة ما هوش مسهلة متاع مظهر مسهلة متاع دراسة أكاديمية متاع مسرح هكاو ما خرمتش تعمل مسرح في يوم الأيام تكون راحك تقوي راحك نجم انا بديت تمثيل عمري اربعين سنين قريب اربعين سنين ثم برشموا ممثلين وبدأوا فوق الستي مثلا انا انا وقتها عملت موسيقى مشيت دخلت عملت بلوم موسيقى عربية وانا عمري اربعين سنين مع صغيرات عمري ثمانية سنين وتسعة سنين بدوني احراج اما بش نعمل انا مسرح وقتها بش نوالي شنوه شنوه بش نعمل شنوه انا هكي يس انا معنا سنفا وقت اللي نقنع الناس وقت اللي انا نبكي نبكيهما معايا وقت اللي انا معناها نفرح ونفحك هما يعنيها يقتنعوا بيا اكاو نقنعهم انا هذك الهذك برشكل تعتبر فما ممثلين اخرين تحصروا في ادوار معاينة مثلا ما ينجمش العبدالور اخر كان قولك مثلا نعمل جاني شنو يجي في بالك الدور نعمل جاني ممثلة كبيرة ياسر شفتها في رواية عملتها هي اللي كان زوجها بوب نيتها هذك عملت راقصة هي معناها شنو هي راقصة وكذا مش برك اقنعتني معناها خرجت وقعدت اللوج عليها بش نبوسها بش نقولها محليك ومحلها التمثيلية اللي عملتها عليها راقصة هي طوا اقنعتك يعني في دور اخر ما تراهش في دور معاينة اكيد اكيد انا مش نسميل كنت يقولي في شنو الادوار اللي تراه هيشام رستم كنقولك هيشام رستم شنو تراه هيشام رستم شفتوا يمثل بلغة الفرنسوية معناها حاجة حاجة حلوة يسم الفكرة اللي عندك على هيشام رستم مثلا تحبني نقولك كيف ما يقولوا توانسل كل الارستقراتي الكذي هيشام رستم معناها افحمني في المنحة جديد اللي اخذاه منتع كيفاش يقولوا ما ذوك الناس اللي الروحانية الروحانية حاجة كانت تظهولي بايدة علية معناها ما نكونش نتصور صور متاع قاعدة وكذا ما بش نكونوا صريحين لقيت فيه معناها بذرة متاع انسان متصوف ومقتنع بالشي اللي يقول فيه ويقنع ويقنع زيدا تخممتوا لي كيفو مدام ولا دجاء انا والله هنصلي ملي انا عمري تقريب ثمانية سنوات وتولنا نحكيلك كنت حب حاجة صغيرة هي طرفة طرفة كنا مع الجدي نمشيو نمشيو لدار محمد بن عبدالله اللي هو كان قريبنا هو امام